موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت درينيتش موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان العالم يواجه ازمة اقتصادية مركبة تتطلب التعاون لمواجهتها وفي كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في دورته السابعة والاربعين والتي تستطفها شرم الشيخ على مدار يومين شدد مدبولي على ان هناك حاجة لمواكبة المتغيرات المتسارعة واكد مدبولي ايضا ضرورة السعي لتوفير المزيد من الوظائف والعمل على مواجهة التغيرات المناخية مشيرا الى اهمية رفع واتيرة النمو الاقتصادي وتحول نحو اقتصادات المعرفة هدد نائب رئيس مجلس الامن الروسي دمتري مديفيد استخدام او استهداف مراكز القرار في كييف اذا استخدمت اوكرانيا اسلحة تلقتها من الولايات المتحدة ضد اهداف روسية وصرح مديفيدف بان استخدام الاسلحة الامريكية ضد الاراضي الروسية لن يجعل امام القوات الروسية خيارا سوى العمل على قصف مراكز صنع القرار في كييف واخذ هذه التهديدات بجدية التقى الرئيس الامريكي جو بايدن الامين العام لحلف الناتو يانس السلطنبرغ لبحث التحضيرات الجارية لقمة الناتو المقررة يومين 29 و30 من يونيو الجاري في العاصمة الاسبانية مدريد واضح البيت الابيض في بيان له ان اللقاء ناقش تداعيات الازمة الاوكرارية على الامن عبر الاطلسي واهمية تعزيز الردع والدفاع لحلف الناتو بالاضافة الى ضمان تزويد الناتو بالموارد المناسبة لمواجهة التحديات المختلفة واضاف البيان ان اللزعيمين رحبوا بطلبات فنلندا وسويد للانضمام لعضوية الناتو يبدأ منصق مساعدات الامم المتحدة مارتين جريفث زيارة الى موسكو اليوم لبحث سبل تمهيد طريق امام صادرات الحبوب والمواد الغذائية الاخرى من موانئ اوكرانيا المطلة على البحر الاسود ويسعى الامين العام للامم المتحدة انطوني جوتيريش الى التوسط فيما يسميه بصفقة شاملة لاستئناف صادرات المواد الغذائية الاوكرانية وصادرات المواد الغذائية والاسمدة الروسية والتي تعطلت بسبب العملية العسكرية الروسية لاوكرانيا بدأت القوات الروسية تدريبات في المحيط الهادئ بمشاركة اكثر من 40 سفينة حربية بالاضافة الى طائرات هجومية ووضحت الدفاع الروسية ان المناورات التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري تشمل تدريبات قتالية على الاهداف السطحية والجوية اعلن مسؤول في الشرطة الامريكية مقتلى ثلاثة اشخاص بعد اطلاق ناري في كنيسة بمدينة امس في ولاية ايوة واضاف ان التحقيقات الاولية تشير الى ان مطلق النار هو احد القتل الثلاثة في الحادث مؤكدا انه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن دعا الرئيس الامريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الى مناقشة اجراءات حظر امتلاك الاسلحة الهجومية ذات خزائن الرصاص الكبيرة مشيرا الى اهمية رفع سن امتلاك السلاح الى احدى وعشرين عاما وفي كلمة له اكد بايدن ان السلاح بات القاتل الاول للاطفال في الولايات المتحدة وان العديد من الاماكن في الولايات المتحدة اصبحت ميادين للقتل يوميا مبينا ان عمليات اطلاق النار الجماعية تضاعفت ثلاث مرات ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بيلي او من خلال الكو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة لكم تحياتي انا حور محمد الى لقاء اشتركوا في القناة